أهلا بكم نحن نتجول في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب القطاع وما زلنا نرفض صور المعاناة التي واجهها النزحون في هذه المناطق وأبرزها أزمة المياه التي بدأت منذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي على القطاع وما زالت مستمرة وربما ازدادت صعوبة في الآونة الأخيرة بسبب أن قوات الاحتلال قامت بقطع اندادات الأبار عن هذه الأماكن ونحن نتجول وجدنا هذا العدد الكبير من النازحين الذين حصلوا على هذه المياه وقد استففوا طابور كامل لمحاولة الأصول على جزء يسير من هذه المياه كي يسيروا من خلالها الحياة نخترب من المشهد مع عدد من هؤلاء السكان النازحين في هذا المكان لنتعرف عن فرح حول أزمة المياه وتداعياتها الخطيرة على واقع النزوح الذين يفتقدون فيه لأدنى مقومات الحياة الإنسانية والخدماتية يعطي كل عدد حج الله أفيك الله يحفظك حج أزمة مياه بدأت منذ بداية هذا العدوى الإسرائيلي على القطاع ولم تتوقف كيف الأوضاع؟ صحيح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نازحين من مدينة رفح تقريبا لنا شهرين موجودين في مواصي رفح من قرب مخيم الصمود للنازحين نحن لنا تقريبا شهرين منذ بلغنا من الجانب الإسرائيلي بالنزوح ونزحنا لهذه المدينة مدينة خنيونس منطقة المواصي ونحن كشعب فلسطيني وبالذات النازحين نعاني معاناة شديدة من المياه الشرب بل من المياه للغسل أو الكنس أو أي شيء ولا يوجد في هذا المخيم مياه يكفي حاجة النازحين المياه الذي نحصل عليها حتى مياه لا تصلح من ثرب الآدم ولكن الظروف أجبرتنا أن نشرب من هذه المياه نحن وأطفالنا ولذلك نناشد جميع الإخوة جميع المؤسسات جميع الحقوقيين أن ينظروا للنازحين نظرة عطف لا توجد لدينا مياه نحن نعاني من المياه نعاني من الأكل نعاني من المسكن نعاني من الملبس نعاني من الفراش الأطفال يناموا على الأرض يفرشون الأرض يلتحفونه بالسماء كل هذا نعاني منه نحن نازحين في منطقة المواصي في معسكر النزوح لمعسكر الصمود في خنيونس حاجة أنتو كل قديش بتيجي المياه على هذه الأماكن المياه بتجيش بصفة مستمرة يعني المياه يعني يفتحوننا إياه في اليوم ساعة أو ساعتين لعدد كبير جدا لا يكفي لا يكفي يعني أي الأسما بالشوف يعني أي الأقلان موجودة والناس وقفين بعبيش فيش مياه لأن الأبيار عنا فيش أبيار ما فيش حاجة لنقدر نعبي منه مياه لكن الناس جزاهم الله خير اللي بيفتح لنا الحنفية ساعة ساعتين وهذي ما بتكفيش والمية هذه اللي احنا بنشرب منها لا تصلح للشرب ولكن نحن بنشرب منها ايش نأمل ما فيش أي وسيلة نأمل فيها أي وسيلة للشرب غير هذه الوسيلة وفي مطرح ثاني بنمشي له 3 كيلو حتى نرح نعب مية ولا بنقدر نجيب المية يعني 3 كيلو بنمشي نساءنا وأطفالنا في الحر في الشوب ودرجة الحرارة مرتفعة بالروح بنجيب المية 3 كيلو بنمشي وحيان نحصل على المياه وحيان لا نحصل حتى على المياه يعني هذه المعاناة مستمرة طالما استمر الوضع لما وعنى هذه المعاناة مش مستمرة من الشهرين اللي نزحنا فيه من رفع هذه المعاناة مستمرة من البداية الجانب الإسرائيلي قصف أبارات المياه حتى قبل النزوح نحن بنعاني من المياه ولما نزحنا في مخيمات النزوح صارت المعاناة مضاعفة أكثر بكثير من كنا نعاني منه في البداية يلا ربنا عنكم شلاحج يعني كما نشاهد يصطفنا أطفال ورجال ونساء من أجل الحصول على كميات خليلة من المياه بالكاد تكفي ليوم واحد فقط صحيح؟ صحيح لماذا تكفيك الكميات اللي انتوا كفين على الدور عشان تحصلوا عليهم؟ يعني أحيانا فيه ناس بتعبه مرة فيه أحيانا ناس بتعبه مرتين نقل ثلاث ساعات من أجل نحصل على المية يعني حياة إيش أقول لك يعني أحيانا بنصحة من الساعة خمسة الفجر حتى نجم مية بنصحة الأبعاد عشان نجم مية حتى المية الحلوة هكذا بنتغلى فيها هذا المية لا تصلح للشرب يعني بنقعد من الساعة حين واحدة وثنتين وثلاثة الفجر حتى نحصل على الماء الحلو من قديش بتطلع من الساعة قديش بتطلع عشان تصفوا على هذا الدور من هذا الدور بنضلع ساعة خمسة بنلاقي دور لآخر الجبل هضاقا بنقعد خمس ساعات لما نعب المي ونحصل عليها حتى يكيفين اليوم ونماشي يوم لكن هل المياه اللي بتحصل علي من هذا المكان ليش تستخدم بالظبط؟ بس لأعزك الله للبيت الخارجي لا تستخدم للشرب لا تصلح للشرب طب من وين بتوصل على المياه للشرب؟ احيانا تأتي مساعدات شاحنة مساعدات من محطة عبد السلام ياسين جزاء الله الخير او من زنون او من المحطات اللي فوق بتساعدني يعني مرة مرتين حسب الفعل اللي هو يعني المنطقة اللي احنا فيها لكن بهذه هذه الازمة قديش ركو بتعانوا منها او شعرتوا متى يعني تقزمت بشكل اكبر؟ انا من الشمال انا الي 9 شهور بحث فيها انا جرت من الشمال لرفع وكنا هكذا نلحق على المياه وكنا نطلع للطابق الثالث من ابعاد ونروح من الجامعة ونعب مياه حلوة ننتظرها بساتين والثلاثة لما تجع عشان نعب المصاري ونزحنا لاخن يونس ولقينا هذا الدور وبنقوة خمس ساعات يعني في الشمس وبتسطننا وبنقوة خمس ساعات ولما نعبينا يعني كل واحد جرد الجردلين يقذ حياته وهذه نفس المعاناة اللي انت برضو بتعنيها في هذا المكان؟ صحيح كيش اللي بصير معنا؟ بصير معنا يعني بني جي من الساعة خمس الفجر من صف قلالنا والجرادل ولما نيجي نلاقي يعني الضور واصل لاخر الجبل يعني نبتسح من خمس الفجر من فكر الضور فاضي بس من لقيه لاخر الجبل واصل ولما نع الساعة عشرة منلحق نعب الجردل يعني من خمس الفجر من الساعة عشرة بتعب الجردلين بصير معنا هذه الكميات بتكفي كل قديش؟ يعني دوا بتكفينا يوم واحد اللي بنعبيهن.. يعني يوم واحد يكفينا لكن هذا الدور انتو بتحكوا ان الماي بتفتح ساعة و ساعتين هذا الدور يعني في الساعة و ساعتين بكفي نوعب كل هذا الكميات؟ اه بكفي يعني بكفي يعني فيه عالم بتعبي فيه عالم بتعبيش يعني اصبح انه فيه ناس بتحصل على المياه و فيه ناس لا فيه ناس بتحصل و ناس بتحصلش لكن هذه الازمة مشعرين فيها داخل المخيمات والخيم؟ صحيح يعني نشعر انه بدنا نوفر المي الحلو والمي المالحة وانه المي الحلوة يعني صعوبة بيشتري القلم باربع شكل وبخمسة شكل القلم ياريت يعني توفر المي الحلوة دائماً يعني ازمة مستمرة كما نلاحظ عدد ايضاً من النساء يأتينا لتعبئة المياه حتى يتم تدارك الوقت المخصص لهذه التعبئة ساعة و ساعتين لتعبئة هذه الكميات الكثيرة على هذا الدور الممتد و الذي ينتظر فيه النازقون منذ ساعات الصباح الى حتى ساعات ظهر هذا اليوم ساعات طويلة تحت حرارة الشمس الحارقة من أجل تعبئة هذه القلونات التي بالكاد تكفي اليوم واحد وهي ليست مياه للشرب بل هي مياه للاستخدام الآخر استخدامات أخرى غير الشرب مياه الشرب أيضاً أزمة أخرى يعاني منها النازقون في هذا المكان أعطيك العافية بسم الله عليكم السلام الله أحفظك ماذا تفعلها؟ والله أنا جايب معي قالني نعبيهم مياه لأولادي منهم نشطف لهم عندي طفلتين صغار بدنا نشطف لهم بدنا نغسل لهم إحنا بنقعد بالخمس ستة أيام لما نتحمم مرة من قلة المياه يعني لغسل البلابس ومن قلة المياه يعني للتحميم وبيجي يعني من الساعة ستة الصبح خمسة الصبح مرات بنعبي ومرات بنعبيش يعني زي ما بتقدر تقولها بشبه يعني جميع المناطق اللي في الجنوب بيعانوا نفس المعاناة هات مش بس إحنا يعني يعني بيجي الواحد بصفله خمس ست ساعات مرات بعبي ومرات ما بعبيش لأنه مش سبب يعني من تبع المياه اللي بوفرنا إياها نعبي من عنده سبب إنه قلة المياه قلة الكهرباء اللي موجودة قلة الطاقة اللي موجودة يعني ما فيش حاجة موفرة للحياة بالمرة سواء من مياه سواء من أكل سواء من شغل يعني الحمد لله رب العالمين يعني الواحد إن حصل على قربة من المياه هيكة صغيرة اللي يشطف لأطفاله لأنه الأطفال اليوم ما بيعرفوش يضلهم زينة من خمس ست أيام أو عيهم هم 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 بتشطيف والتشطيف والمن وراء يعني الله يعزك البنبز والإشي إزاي هيك بيعرفوش زينهم يعني ضلهم خمس ست أيام من غير مياه وتحميم ونظافة أما نحن نستطيع أن نتحمل أكبره بعيننا الله والله يزيك الخيام الله يحفظك يا لاب كل عادي ما زلنا في هذا المكان الذي تكتب فيه خيام النازحين ويتواجد فيه عشرات الألاف منهم وهم يحتاجون إلى هذا الاحتياج الأساسي في هذا المكان كيف حالك؟ الله يسأل المكان إيش تعمل؟ ما بموين أزمة متواصلة استمرار إننا 9 شهر على هذا الحال وين الصعوبة في هذا العمل؟ معاناة دور تطلب عزدين الدور الشمس كيف الأطفال كيف المعاناة يومية؟ يومية من صباح ربنا لحتى المساء لكن قال البعض إن هذا المياه ليس للشرب لا ليس صالح للشرب ليش تستخدم؟ لا الاستحمام للغسيل أما للشرب مش صالح للشربية غسيل ملابس غسيل السحون كساد جلي كيف يمكن تحصل على هذه الكمية؟ لا يعني يوميا لما نعبينا قلون واحد أو اثنين هن الضحام حسب الضوار براية الساعة حسب الازدحام يعني لكن لكن لأعداد الكبير من القلونات هذه بتكفي الساعة والساعتين الساعة والساعة لا 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 ما بصلاح لا لا من نقفيش عسب الاستخدام يعني عسب ايش في عندك متراكم غسيلة او امور زي هيك يعني قديش القدر اللي يحتاجه النازح داخل الخيمة من المياه بشكل يومي بشكل يومي يعني ما يقارب بده يعني بشكل يومي بده خمس مية ثلاثة بين غسيل الصحون وكسات بين جالي يعني غسيل ملابس استحمام تعرف ليش بخلاش في الزات ان احنا يعني في نزوع في خيم عايشين يعني بدك تحافظ عن مضافة اول باول ايش المطلوب لدينا المؤسسات الدولية والمؤسسات العققية انو يعني يدعموا الابيار اللي هو الابار اللي هو في الامور هذه يعني يلا رب نعينكم شاهدين الكرام ما قاله النازحون يشير بشكل واضح الى ان اسرائيل هي المسؤول الاول والاخير عن هذه الازمة في هذا المكان وفي كل الاماكن التي يكتب فيها النازحون ازمة مستمرة طالما هذا العدوان مستمر على قطاع غزة باكمله من منطقة المواصي جنوب القطاع لقناة الجزيرة مباشرة جمال عدوان ترجمة نانسي قنقر